في حالة نادرة وغريبة يعاني منها سكان قرية الكيف في محافظة تأميم وهو مرض صلع الأطفال ذكورا وإناثا ما جعل الشباب في هذه القرية يعزفون عن الزواج بسبب عدم إيجاد حل طبي جذري لهذه الحالة المرضية المتفاقمة والمتزايدة أعداد المصابين بها يعني هالفترة هذه جعلت تزداد سنة وراء سنة يعني قبل يمكن أبوا واحد اثنين ثلاثة يصار بيهم فهذه الساعة حاليا عددهم مصل بل ثلاثين أربعين واحد وكلهم يعني هجل هذا هايش فما نعرف شنها السبب وشنها من العام يمكن شم لجنة جت علينا سكان القرية يعتقدون أن إصابة أطفال قريتهم بالصلع والأورام الدماغية وبقية الأمراض الأخرى التي أدت إلى وفاة العديد منهم هو التلوث العام في القرية وخاصة تلوث مياه الشرب هاي شوفون هاي الأمراض كل من هاي النهر هذا عدنا حالات أربعين واحد تقريبا صلع ما عدهم شعر وعدنا حالات بعض استثنائية مثل ورنب الدماغ وفتحة بالظهر يعني صار عندنا حالات شثيرة هيتي وتوفوا يعني الحالات توفوا هاي الفتحة بالظهر وشسمة فتحة بالظهر وورنب الدماغ وعلى الرغم من تفاقم هذه الظاهرة المرضية وتوسعها وطول عمرها إلا أن المؤسسات الطبية في محافرة التأميم فشلت حتى اللحظة في تحديد أسبابها الحقيقية ومن ثم علاجها حتى اللحظة الأسباب هي غير واضحة لكن نتمنى الوصول إلى حلول سريعة هناك أكثر من سبب قد يكون وراثي وقد يكون بسبب المكان القرية كما تعلمون هي تابعة لقطاع الدبس وبالقرب من الآبار النفطية أو ما شابه ذلك فنحن كدير الصحة تكتركوك فيما يخص عملنا نتابع هذا الموضوع وفرقنا الطبية بزيارات مستمرة لمعارج هذه المسكلة معاناة أطفال قرية الكيف من هذه الأمراض ليست استثناء من معاناة العراقيين جميعا وخاصة أطفالهم من مختلف صور الحرمان والفقر والأمراض التي ما زالت تفتك بهم منذ 18 عاما وبدون أفق زمني لمغادرة هذه المأساة الإنسانية وإيقافها